النهاردة الأهلي وصل تدريباته الساعة خمسة استعداداً للمباراة الطلاع لعيبة خاضت تدريبات بدنية في الجيم القوة ربنا يوقع الأهلي يعني حرس مارسي الكولر المدير الفني وكابتن ساد عب حفيز مدير الكورة على الاجتماع باللعيبة قبل التمرين وتأكيد على قوة فريق الجيش وعلى استعدادة الفريق لا فرقة رخمة وأول مباراة لكابتن محمد يوسف كمدير فني لطلاعي الجيش طلاعي الجيش فرقة متعبة جداً والنادي الآن ينبغي أن يأخذ الأمور بمنتحة الاهتمام والجدية طيب الموانس عدلي بيقول نحن نقدر بشيء من التنظيم وشيء من الانضباط وشيء من الالتزام في المسابقة المحلية لا نقدر نعمل حاجة أفضل من اللي احنا فيه بكتير وده اللي بيقوله النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة في تصريحات له قال أن نحن بنتابع مباريات كاس العالم وأكتر شيء مميز أنه في دولة عربية وقال أن نتمنى أن نتجاوز جميع المنتخبات العربية المنتخبات العربية تعبر دور المجموعات لكن على الصعيد المصري قال هناك أشياء كثيرة نريد أن نطبقها في الدوري من إفرازات كاس العالم هي تحت الدراسة نعمل على تطبيقها في الربطة زي التسلل شبه الآلي والوقت بدل الضائع من أهم أولوياتنا لكان نطبقها في الدوري المصري ومن الممكن أن نراها قريبا قال كمان أحمد دياب لكي نستطيع تطبيق الاحتراف في البطولات المحلية لا بد من حصول الرابطة على الاختصاصات اللازمة وقال أن نجحنا في زيادة أعداد الجمهير إلى 6000 مشجع الموسم الحالي سينتهي في 30 يونيو لأول مرة منذ سنوات بعدما كان بينتهي في 30 أغسطس قال كمان رئيس رابطة الأندية المحترفة انتهاء الدوري في 30 يونيو هيحل مشكلات كتيرة للأندية خاصة المشاركة في بطولات أفريقيا وحيضبط سوق الانتقالات وينظم عملية التعاقد مع المحترفين الأجانب أول خطوة من خطوات تنظيم الكرة المصرية الانتزام بكل اللي قالوا ده لو قدروا حققوه يبقى احنا كده ناويين نمشي جد مش ناقص بس غير نزبط التحكيم شوية عشان الدين يتمشي بعدها واللي يكسب يبقى ندينه 30 بوصة وتهنئة إنما ما نبقاش الناس عملا تتحصر كل مباراة وتتخانئ كل مباراة يا رب يافي بكل اللي قالوا وهو كده يبقى والله يعمل حاجة هيلة للكرة المصرية نتمنى ده إن شاء الله أن نحن نستفيد على الأقل من إفرازات كاس العالم وما فيها